صرح إداري جديد ينضاف لمرافق التجمع الشهوي الرابع للحرس الوطني بولاية البراكنة الفريق محمد الشيخ محمد لمين نالمين قائد أركان الحرس الوطني أدى زيارة ميدانية لمدينة ألاق للإشراف على تدشين هذا المبنى الإداري رفقة والي البراكنة وقائد المنطقة العسكرية السابعة فبعد استعراض فرقة الحرس الوطني التي أدت تحية الشرف للفريق أزاح الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا بتدشين المقر الإداري المكون من طابقين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني وتابع قائد الأركان العرض المقدمة حول الخصائص الفنية لهذه المنشأة الإدارية وقد تجول الوفد داخل عدد من غرف المبنى الذي يضم مكونتين قيادية وعملياتية وقاعة للاجتماعات ومكاتب لأفراد الحرس من أجل توفير ظروف مواتية للقيام بالمهام المنوطة بهم وتشكل هذه المباني المدشنة إضافة نوعية ضمن المكاسب التي حققها الحرس الوطني والتضحيات التي يقدمها في سبيل تعزيز الأمن وتوفير الحماية محمد مدهاد قناة الموريتانية مدينة أليك